اشتركوا في القناة والبركات الربانية هذه الرحمات التي يفتحها الله سبحانه وتعالى على عباده بمحذ كرمه وجوده ومكتظ أحسانه وامتنانه للعباد وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نأخذ نصيبنا من هذه العطاية الإلهية في كل يوم وفي كل ليلة وهي مبذولة بحكم الجود الإله لجميع الناس وتتنزل على كل إنسان على حسب ما قسم الله سبحانه وتعالى له من خزائن رحمته ولكن في وصولها للإنسان أسباب يجتذب الإنسان هذه الرحمات من خزائن المولى سبحانه وتعالى ومن تلك الأسباب الدعاء فأن الإنسان يدعو رب عز وجل فيستنزل نصيبه من الرحمة الإلهية الموجودة في الغير ومن ذلك مثلا الجلوس في المساجد فأن المسلم إذا جلس في المسجد فأن الله يفتح له أبواب من الرحمة الخاصة كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أننا إذا دخلنا المسجد نقول اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك فتنفتح هذه الأبواب من الرحمات على المعتكفين والجالسين في المسجد ومع نزول الرحمات تحصل الهدايات وتحصل الإبتعاد عن البلاية ويحصل الرحمات من الله عز وجل تحصل العطاية من الله كما قال سبحانه وتعالى في حق الأنبياء فإن جيناه برحمة مننا إذا تنزلت الرحمات تحصل النجاة من البلاية والآفات ويدخل الإنسان في غمار الصالحين والمحبوبين والمقربين كما قال سبحانه وتعالى وادخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين فبالرحمة يدخل مع العباد الصالحين هذه الرحمات نستنزلها من الله سبحانه وتعالى عندما نقرأ القرآن نستنزل الرحمات عندما نجلس المسجد نستنزل الرحمات لكن في آخر الليل هي ترسل الرحمات من الله عز وجل ما على الإنسان لن يستيقظ فقط حتى يحصل على نصيبه منها ومع نزول الرحمة قد تتنزل الملايكة وتحصل السكينة وقد تكشف هذه الأمور المعنوية من السكينة والملائكة لبعض المسلمين إذا تنزلت الرحمة ولذلك كان سيدنا الصحابي الجليل وسيد بن الحضير الانصاري البدري الأوسي كان يقرأ القرآن داخل خيمته وكانت خيله مربوطة خارج الخيمة فبدأ يقرأ سورة الكهف في تلك الليلة فكان عندما يقرأ سورة الكهف ويدخل في سورة الكهف تتحرق الخيل وتصهل حتى تكاد أن تقطع حبلها فقطع سيدنا وسيد بن الحضير قرأته وخرج يرى ما هذا الخيل فلما وصل إليها سكنت الخيل وهذا هذا الخيل ثم عاد مرة أخرى إلى الخيمة وأخذ يقرأ سورة الكهف فلما استمر فيها تحركت الخيل مرة ثانية وفي المرة الثالثة عندما خرج رفع راسه فارع ظله كوكبه نورانية ترتفع ناحية السماء حتى غابت في السماء So on the third time he did this he stepped out and he looked up and he saw a shade that was actually made out of light a body made out of light that was ascending until it disappeared into the heavens فأصبح الصباح فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما حصل وبما رأى فقاله النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة والملايكة تنزلت عند قراءة القرآن عند نزول الرحمة So in the morning he went to the Prophet صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم and he asked him what is this about and he said he صلى الله عليه وسلم said this is the angels and the tranquility of Allah سبحانه وتعالى descending at the night when he was sat in the morning فهنا نحن الآن نتعرض لهذه الرحمات من الله التي سبحانه وتعالى التي نامل بها من المولى عز وجل أن يحوى لحوالنا إلى أحسن حان So right now we're exposing ourselves to the business of the merciful so that we in hope that we actually would receive some of it and will change our states وأن يوفقنا سبحانه وتعالى نقول من العباد الشكرين القليل قال تعالى وقليل من عبادي الشكور هاول القليل الذين أشكرون الله على نعمه وأجلها نعمة الإسلام التي الله لا يعطيها إلا من يحب من عباده سبحانه وتعالى and we ask Allah سبحانه وتعالى to facilitate for us to be thankful and to succeed and thanking him to be amongst those few servants who are actually thankful to Allah سبحانه وتعالى for the blessings that we've received and the greatest blessing of all of these is the blessing of Islam فمن أحبه الله عز وجل واختاره هداه للإسلام وشرح صدره لهذا الدين العظيم whoever Allah سبحانه وتعالى loves and chooses them Allah will guide this person to Islam and will expand their hearts وروح هذا الدين العظيم المحبة للمرسل للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه عرفنا هذا الإسلام وعرفنا آيات القرآن the essence of this religion and the spirit of this religion is actually love of the Prophet صلى الله عليه وسلم who actually taught us what this religion is and the realities of Islam وكان في بداية الإسلام أي داخل يدخل الإسلام أول خصلة يتصف بها مباشرة محبة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم so the first quality or characteristic of anybody that enters into Islam that they would have to be described by and the characteristic that they would have to have is love of the Prophet صلى الله عليه وسلم العلامة الفارقة في زمن الرسول بين الإسلام والكفر أول شيء بعد أن يقول أشهده لله وسلم حمد رسول الله مباشرة تقذف في قلبه محبة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحب ربه سبحانه وتعالى the first sign during the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم that differentiated between the believer and the disbeliever is that the one who enters into Islam immediately they would have love of the Prophet صلى الله عليه وسلم cast into their heart نحن الآن بسبب انشغالاتنا في الحياة واعتمادنا على الأسباب ورويتنا للماديات لا نقدر نصل إلى هذه الرتبة إلا بعد أن نقطع عشواط في الإسلام بعد أن نقطع درجات حينئذن نصل إلى هذه المحبة الراغية محبة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بل ومحبة الحق سبحانه وتعالى وكانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة الكل نساء رجال صغار كبار شيء واضح في قلوب الكل الكل كان يحب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم دينهم دين المحبة ديننا المحبة أول شيء بعد الإسلام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الرسول يترقون إلى المحبة الراغية فوق العقول محبة الله سبحانه وتعالى حتى بعض العلم أنقرها قالوا كيف يحب الله؟ لا توجد محبة الله طاعة فقط من صلى وصام هذا يحب الله أنقروا وجود المشاعر المحبة تجاه الحق سبحانه وتعالى أحب الله سبحانه وتعالى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الله سبحانه وتعالى ولكن الذين أنقروها أخطأوا فأن القرآن أثبتها ربنا عز وجل قالوا والذين آمنوا أشدوا حبا لله يحبون غيرهم ولكن محبتهم الشديدة لله يحبون أهلهم أولادهم ما عندهم لكن أشد محبة لله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى وقال في الآية الأخرى في سورة المايدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قدم محبتهم محبته عز وجل لهم على محبتهم له لأن الأصل أن يحبك الله فتحب الله الأصل أن يتوب الله عليك فتتوب إلى الله الأصل أن يرسل الله إليك الهنوار ثم أنت تنبأث إلى الله والإسلام في الحقيقة من غير محبة لرسول الله من غير محبة لله هو صورة وصور لا تؤثر وصور لا تعمل شيء انظر لو كان عندنا صورة أسد هل أحد سيخافها؟ لو عندنا صورة طعام هل أحد سيشبع منها؟ الصور لا تعمل شيء الحقائق هي التي تحضر فحقيقة الإسلام محبة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جعل أن أغفر الله حبنا وإياكم منها إن شاء الله وليذلك الصحابة الكرام كانوا كلهم يحبون النبي صلى الله وسلم ولكنهم أرادوا محبة الله أرادوا المحبة الراغية فالمولى عز وجل قال لهم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إنتم تريدون محبة الله سيعطيكم الله ما هو أعلى من ذلك أن تكونون محبوبين عند الله لكن باتباع هذا الرسول الكريم العظيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا قال لهم المولى إن أردتم محبتي إن أردتم تحبونني حقيقة اتبعوا هذا الرسول أنا سأحببكم سبحانه وتعالى وفرق بنا يكون محبا وبنا يكون محبوبا عند الله جل في علا ولذلك تفنن الصحابة الكرام في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقتداءاً بامتثال الأمر الله ولن كنت تحبون الله فاتبعوني فصاروا يتفننون ويتبعون أدق الصفات محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة كانوا يتبعون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء التابعون وتابع التابعون فكذلك تفننوا في اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل الصغيرة وكبيرة حتى أن سيدنا بن عمر مثلا من الصحابة قال أني كنت لا أحب الدباء ولكن منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فأخذت أحبها منذ ذلك اليوم وهذا الشيء مباح يعني الطعام ولكن الأمر الذي يحبه الرسول حبه حتى لو كان مباحا فكيف إذا كان قربة أو طاعة وكانوا كذلك إذا اشتبه عليهم أمر تركوا اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض العلماء من التابعين ترك أكل البطيخ فسألوه ألا تحب البطيخ قال بلاء وحبه فلماذا لا تقوله قال لأنه ما بلغني علي حال أكله رسول الله حال أكله بقشر أم بغير قشر فانا تركته قال حتى لا أعمل شيء إلا إذا عمله النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعضهم كذلك ذالث تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء كل سنة عملها الرسول عملتها إلا الطواف إلا الطواف على النادف الحرم ما قدرت أن أطوف على ناقب الحرم وقال لكل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبعوه بالدقة يتبعون النبي محبة فيه صلى الله عليه وسلم وها نحن في هذا الزمان نحتاج إلى أن نقطع عقبات حتى لنصر إلى كمال هذه المحبة لله ورسوله فنستمتع بالدين ونتمتع بالصلاة ونتذوق الطاعات والعبادات وتنكشف لنا عظمة هذا الدين وحقائقه وهاكذا بأن نتعامل مع من حوالينا قال المولى قال سبحانه وتعالى قال إن كان أباوكم وأبناوكم وأزواجكم وعشيرتكم وموالين اقترفتموها والتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله هذه العقبات التي يقطعها الإنسان ويتعامل معها بنورانية حتى يصلي إلى محبة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فانظر المولى عز وجل قال هذه أمورنا هو من لقنا إياها نستخدمها فيما تقربنا إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومع هذه المحبة نتذوق حلاوة الطاعات والعبادات ولا نمل من الطاعة والعبادة بعض المسلمين قبل أن يحب الله يحب الطاعة والعبادة يحب الذكر يحب الصلاة ثم يحب الله ليس مباجرة لأن محبة الطاعة من محبة المطاع سبحانه وتعالى ومن أحب الطاعة لا يمل منها حتى وأن أكثر منها انظر بعض المسلمين إذا جلسوا في مجلس الذكر أو الخير أو العلم ولو ساعات لا يصيبه الملل لأنه يحب هذا وبعض الناس إذا جلس عند الإنترنت أو مشاهدة الرياضة حتى يجلس الساعات لا يمل أبداً ممكن ساعة بعد ساعة لكن مجلس الذكر قد يصيبه الملل لأنه يحب هذا ولا يحب هذا ولو كانوا يحب الأشخاص الذين يكونون أن يمسك في حقوق الناس أو يكونون أن يكونون لأبداً فقط في حضور روما يكونون لأنهم سبع الأول وألا يحب هذا وهمون أن لا يحب هذا فقد أن نصل إلى محبة الطاعة حتى نصل إلى محبة المطاع علينا قد أن نصل إلى حياة الأرض بالكикс للأن يبرد مسلم العادي إذا ركعة أربعين ركعة وخمسين ركعة يصيبه الملل لأنها لم تنفتح باب محبة الطاعة وهي الموصلة لم حبة الله اجعلنا الله وياكم من أهلها سبحانه وتعالى سيدنا علي زين العابدين they used to say about him he used to pray a thousand ركعة every day why is that? because he used to love prayer and he never got bored of it a regular muslim they'll pray 40 ركعة 50 ركعة and they'll get bored so that's because they don't actually love the act of worship and may Allah grant us love of the act of worship and to arrive and to reach these high stations is actually very easy for believing men and women and back in the early generations everybody the young the old they always to love Allah and the message was salallahu alayhi wa sallam it's easy for us to get to that station to get to this we need four characteristics first is that we actually inculcate in ourselves and cultivate the qualities and the characteristics that Allah subhanahu wa ta'ala loves second thing is to increase the number of things that we say that Allah subhanahu wa ta'ala actually loves us to say next is to continue to do the actions that Allah subhanahu wa ta'ala loves and the fourth thing is that we increase the number of times that we repeat the dua and the prayer that the prophet sallallahu alayhi wa sallam taught us to do to reach the love of Allah subhanahu wa ta'ala and there is a message in the form of Allah subhanahu wa ta'ala and there is a message in the form of Allah subhanahu wa ta'ala من الله وهو مبذول لو لم يعلمنا رسول الله هذا الدعاء لكان بعض الناس سيستحي وسيخجل أنا لست أهل أن يحب الله سبحانه وتعالى ولا أن أطلب هذا المقام من الله لكن لما فتح الباب الرسول نلح على الله لأن النبي علمنا وارشدنا من محبته لنا من شفاته علينا فأنه يحب أمته محبة شديدة ويريد لها الخير وأي أمر في شرع للأمة يحذرهم منه صلى الله عليه وسلم فإذاً نقوم بهذه الأعمال وربنا قريب قال وقال سبحانه وتعالى أدعوني أستجيب لكم وقال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أغلب الآيات القرآنية وإذا سألك تاتي الواسطة قل قل هذه الآية وإذا سألك عبادي عني ما قالوا قل له إني قريب قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي وإذا أراد الإنسان أن يكون محبوبا عند الله وأن يحب الله أول علاما يقذف الله في قلبك هذه الارادة أنا أريد أن أكون محبوبا عند الله أنا أريد أن أحب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقوم بالأسباب إن الله سبحانه وتعالى wants someone to actually love him and be loved by Allah سبحانه وتعالى ثم دائما نقول هذا الدعاء اللهم ارزقنا ارزقني حبك وحب من يحبك كل من يحب الله نحبه من أولياء الله ومن الصحابة ومن أهل البيت ومن المكرمين عند الله So and then ask Allah سبحانه وتعالى Oh Allah grant me your love and also grant me the love of those who you love so that we love the companions, we love the أولياء we love those from آل البيت, from the household of the Prophet صلى الله عليه وسلم انظروا نسمع بالأولياء ونحبهم ولم نشاهدهم ولم نرهم ولم نعرف صورهم ولكننا نحب أعمالهم وأفعالهم حي التي دفعتنا لن نحبهم Look we hear about all these saints, these great figures in our history We don't know what they look like but we love them, we love their actions, we love their stories, we love how they became انظروا نحب سيدنا ببكر الصديق رضي الله عنه وما رأيناه سمعنا صفاته, محبته للنبي صلى الله عليه وسلم نصرته دفعتنا لأن نحبه نحب سيدنا خالد ابدي الوليد ما رأيناه سمعنا انتصاراته, نصره لدين الله أحبابناه نسمع سيدنا بشيخ عبدالقادر الجالاني ما رأيناه سمعنا عبادته, دعوته جعلتنا نحبه وأن كنا ما رأيناه Look, we heard about Abu Bakr الصديق رضي الله عنه We heard about his support for the Prophet صلى الله عليه وسلم We heard about all the stories that happened with him and the Messenger صلى الله عليه وسلم We love him because of these things We never saw him though We never saw Khalid ibn الوليد رضي الله عنه But we heard about his victories We heard about his support and his military might And that's what made us love him We never saw سيدنا عبدالقادر الجيلاني But we heard about his miracles, we heard about his righteousness We heard about his piety, we heard about all these stories, the miracles And so that's what drives us to love these people وكل إسانا أن الله أكبر لا إسانا لا يقول الله لنا الله لنا الله لنا أصير أكبر لن يجرد المرسيا شهد الإسان مدد يا أولي الله فانظروا أي إنسان سليم وطبيع منصف إذا سمع بصفات حسنة عند إنسان يحبه حتى وإن كان لا يعرف So you look at someone who's got actually righteous proper character who's balanced وإذا سمعت أن الإنسان ظالماً موذياً شريراً خبيثاً تكره أن كنت لا تعرفه تكره صفاته فإذا سمعنا في القرآن أن ربنا كريم وجميل ورحيم وغني فكيف لا نحب الله فهكذا نحن نحب هؤلاء المحبوبين عند الله ثم تكتشف نفسك أنك تحب الله جل في علا تحب هذه الصفات العظيمة فانظر هذه الدرجات ولذلك أكثر الأخبارات من الله عز وجل أنه يحب عباده على الصفات إن الله يحب المحسنين إن الله يحب الصابرين إن الله يحب المتقين يحب التوابين يحب المتطهرين أصحاب الصفات الحسنة يحبهم الله عز وجل ما توجد عندنا آية في القرآن مثلاً إن الله يحب المصلين كل حد يقصر له ولأن الله يحب الصايمين مع أظمة الصوم يحب الصابرين معاً يحب المحسنين حتى يصلي ثلاث من الوتر لكنها بإحسان يحب المحسنين إحسان العبادة يحبهم الله ليس المكثرين ذلك قال الله عز وجل في سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن وعمل ليس أكثر وعمل أحسن وعمل إن الله يحب المحسنين You find in the Quran Allah declares His love for characteristics, attributes that people have He loves those who are doing excellent actions He loves those who are patient He doesn't mention the actual acts of worship that these are the things that He loves because anybody can pray but who does it excellently So you see in سورة الملك Allah says that He's testing you to see who's most excellent in action not who's doing more numerous in actions وإن الله يحب الصابرين فعندما نتصب الصفات هذه نحصل على محبة من الله سبحانه وتعالى So when we are taking upon ourselves these qualities Allah says He loves those who are patient So when we take that then we reach the love of Allah سبحانه وتعالى عندما نتابع الرسول صلى الله عليه وسلم نحصل على محبة من الله عز وجل When we follow the Prophet صلى الله عليه وسلم constantly then we will also achieve the love of Allah سبحانه وتعالى أي سنة يعملها المسلم يحصل على محبة من الله سنة سنتين ولو أنت تراها بسيطة أي سنة تعملها محبة لك من الله سبحانه وتعالى ما أعلم هذا الدين العظيم أي سنة even if it looks like really minimal and really small أي سنة that you do that will give you the love of Allah سبحانه وتعالى no matter what look how great this religion is كلما أكثرت السنة زادت محبة الله لك سبحانه وتعالى فإذا عندما نعمل عندما نتحقق بالصفات وهي كثيرة في القرآن نحصل على محبتنا من الله سبحانه وتعالى نحصل على نصيبنا من محبة الله لنا التي خبرنا عنها في القرآن فسوغيات الله بيقوم يحبهم ويحبونه ومحبة الله لنا أعظم من محبتنا له سبحانه وتعالى لذلك هذه سيدتنا رابعة العدوية إحدى النساء الصالحات كانت تقول لست أعجب من محبتي لك يا رب فأنت الكريم الرحيم المعتي ولكن لني أعجب من محبتك لياره أنت العظيم الذي تحب عبادك فإذا نقوم بالصفات التي يحبها الله نحوز نصيبا من هذه المحبة الإلهية ثم نقصر من الأقوال التي يحبها الله مثل سورة الإخلاص سبحان الله والحمد لله and لا إله لهم الله الله أكبر أحب الجلم لله أربعا لا يضروك بأيهن بدعت سبحان الله والحمد لله و لا إله لهم الله أكبر كلمتان خفيفتان على اللثان خقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله والحمد للعظيم بالطبط وكان رجلا من أصحاب رسول الله كما رو الإمام البخاري يصلي بالناس إماما وكان لا يقرأ إلا بسورة الإخلاس فشقوه الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا لا يقرأ بسورة الإخلاس فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تقرأ بسورة الإخلاس الله So he said يا رسول الله Oh Messenger of Allah This is the attribute of the merciful And I love it That's why I'm reciting الرسول أراد يبين للمس درجة هذا الرجل فقال لهم أخبروه أن الله تعالى يحبه أنت تحب هذه السورة الله تعالى يحبك So the Prophet صلى الله عليه وسلم wanted to show his people the station of this man with Allah سبحانه وتعالى So he told the people that were complaining That tell him that Allah loves him because he loves this attribute of Allah سبحانه وتعالى وانظر هذا الرجل ما قال لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لأحفظ لسورة الإخلاص لو قال هذا كان الرسول سيقوله تعلم غيرها كيف أنت إمام لا تحفظ لسورة الإخلاص لكن الرجل يحفظ غيرها ولكن كان يقرأ بها ولم يقول له الرسول أنت لماذا لا تتبعني أنا حيانا أقرأ سورة قصيرة أنا حيانا أقرأ سورة طويلة تركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يحبها دالوا حبك إياها أخبروه أن الله تعالى يحبه و هكذا كان بعض الصحابة دخل رسول الله ورجل من أصحابه يقرأ ولم يرفع صوته فلما سلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما كنت تقرأ فقاله النبي فقال الرجل كنت أقرأ يا رسول الله بسورة قل أعوذ برب الفلق فقاله النبي اقرأ قل أعوذ برب الفلق فأنك لن تقرأ سورة أحب ولا أعظم عند الله من قل أعوذ برب الفلق فانظروا لكل سورة خصوصيتها فهذه السورة العظيمة علامة على محبة الله سبحانه وتعالى فنقرأها و هيسيرة ثم يأتي بعد التسبيح وبعد التهليل وبعد يقوله الله أحد يأتي سر المحبة الذي ليس باختيارك يقذفه الله في قلبك أنت باختيارك أن تقرأ بالهو الله أحد وباختيارنا أن نكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر من مئة إلى ثلاثمئة إلى ألف إلى أكبر من ذلك وليس باختيارنا أن ناتب هذه المحبة هو يفتحها عز وجل يفتحها مع الذكر ويفتحها آخر الليل ويفتحها مع السجود يفتح هذه المحبة برحمته سبحانه وتعالى وقد ورد في الحديث كما رأى الإمام الطبراني أن من قرأ ألفا من قله الله أحد فقد اشترى نفسه من النار أعتب نفسه من غضب الله لأنها شيء يحبه الله عز وجل إمام الطبراني mentions in a hadith that he relates a hadith that says whoever receives قل مو الله أحد a thousand times they bought their own soul from the hellfire because this is about the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala وبها تشترى قصور الجنة بسورة الإخلاص فمن قرأ عشرا من سورة الإخلاص بعض الفريغة بني الله له قصرا ليس بيت صغير قصرا في الجنة وقد ورد في بعض الأخبار أن القصر في الجنة مساحته من اليمن إلى الشام كالجزيرة العربية كلها قصر واحد في الجنة and it's been related in some of the narrations that a single palace in heaven and paradise is as large as the distance from Yemen to sham as big as the Arabian penis هذه قصور الأبد والخلود أبد الأبدين these are the palaces of eternal life where you just live for the rest of existence لا أهل المحبة لله ومن الله سبحانه وتعالى and it is for the people of love of Allah سبحانه وتعالى and it is from Allah سبحانه وتعالى فإذا نتحقق بالصفات ونقول الأقوال ونعمل الأعمال الأعمال التي حبها الله الدوام على الطاعة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل and these are the statements but when it comes to actions we also have to inculcate in ourselves the realities of acting in obedience to Allah سبحانه وتعالى and the most beloved of all actions to Allah سبحانه وتعالى are the ones by which we are most consistent even if it's very little وهاكذا ما شاء الله بهذه المحبة يحصل الإنسان ما شاء الله على روح الدين وينكشف له سر الدين هذا العظيم and through this love then you will have the secret of this religion actually reveal itself to you ويتحقق بحقائق هذا الدين العظيم and you will realize the realities of this religion in your own self ويتمنى الخير والهداية لكل الناس and you will also hope for good and guidance for all people ويعرف أن مصدر الشرور على البشر هو الشيطان فيبتعد منه وأن مصدر الخيرات للناس هما الأنبياء وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويتخلق بأخلاقه and will know that the source of all evil is الشيطان so that you will avoid him and you will know that the source of all good are the prophets who are sealed by the prophets صلى الله عليه وسلم and then you will follow him وفقنا الله وإياكم واجعلنا من أهد هذه المحبة سبحانه وتعالى May Allah grant us success us and yourselves as well and grant us some of this love ورقانا جل في علاه في مراقي المحبين والمحبوبين لمولاهم سبحانه وتعالى وهم كثيرون في الأمة المحمدية and there are plenty of them and there are plenty of them and the أمة محمد صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء men and women حتى بعض الحيوانات تحب الله ليس البشر فقط even Adam وصدف الله سبحانه وتعالى not just humans كان الإمام ذنون المصري أحد أكابر الأولياء والصالحين وكان يشرح لتلامذته معاني المحبة لله وحقائقها وكان طايرا موجود فوق الشجرة عندهم وهو سيدنا ذنون المصري يتحدث عن درجات المحبة لله وأنواعها فنزل الطاير من فوق الشجرة وسيدنا ذنون يتكلم في هذه المواجيد وأخذ الطاير ينقر بمنقاره في الأرض ينقر 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 حتى سال الدم وماهت الطاير فقال الذنون المصري لتلامذته أن هذا الطاير محب لله فلما سمع كلاما عن المحبة هاجت في قلب هنوار المحبة لله فلم يحب هذه الحياة فإذا كانت الجمادات عندها محبة فكيف الحيوانات لكنها أرغى قال النبي المصطقى صلى الله عليه وسلم عندما مر على جبل أحد هذا أحد جبل يحبنا ونحبه انظر يحبنا ونحبه محبة النبي للجبل واضحة ويالات نحن أحجار في هذا الجبل الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو الجبل يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال علم اللغة العربية هذا ابتدى بالنكرة عندما قال الرسول أحد جبل لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم جبل أحد يحبنا ونحبه هذا معنى أنه خاص بجبل أحد لأنه ابتدى بالمعرفة مضاف إلى الجبل ولكن لما قال أحد جبل الابتدى بالنكرة لا يجوز إلا لمسوق عند أهل اللغة العربية والابتدى بالنكرة يقتضي العموم فمعنى الحديث أن أحد جبل يحبنا ونحبه أنه واحد من الجبال التي تحبنا ونحبها وليس خاص بجبل أحد فهناك جبال أيضاً تحب النبي ويحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم This is an Arabic kind of subtle subtlety in the Arabic language The way that the hadith is mentioned the Prophet صلى الله عليه وسلم start off with أحد is a mountain So if you take it in English أحد is one mountain One أحد is one mountain that loves us In Arabic it means that it's just one of the mountains that love us There are other mountains that love us and so there are numerous of them and it's just an interesting linguistic point to mention that it's not restricted just to أحد by itself Other mountains also love the Prophet صلى الله عليه وسلم and we love these mountains ولذلك عندما رحب النبي صلى الله عليه وسلم على البراق اختز البراق فقال أختز البراق فرحا بركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم When the Prophet صلى الله عليه وسلم mounted the beast on the night journey when he went to Jerusalem it started to shake and agitate and it was shaking because it was out of happiness and felicity that it got the beloved صلى الله عليه وسلم riding in now فالحيوانات حتى تدرك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا غراب أنها تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم So even animals actually recognize the Prophet صلى الله عليه وسلم and there is no strangeness in this وفي الحديث أن رجلا وكان يعني سيء الأخلاق في بدايته ثم هده الله فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدأ الرسول بخطاب خشن أمام الصحابة There was a man mentioned in the hadith where the Prophet صلى الله عليه وسلم this man came and he began he became Muslim but he had bad characteristics and bad qualities he was rude in character and when he came he started off with rude conduct in front of the Prophet صلى الله عليه وسلم and the companion فدخال يسأل عن الرسول رافع عن صوته أين محمد أين محمد قالوا ذاك هناك محمد انظر إليه هناك فذهب إلى رسول الله فأفره So he comes in into the gathering and he's very rude and he raises his voice and he says where is محمد where is محمد and the companion said he's right there and that's محمد صلى الله عليه وسلم فلما وصل إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لو آمنت بك العرب كلهم ما آمنت بك So he went to the Prophet صلى الله عليه وسلم and he said يا محمد Oh محمد if all the Arabs became Muslim and they believe in you I won't believe in you وغضب الصحابة من هذا الابتدى يعني الصادم The companions became angry because of this shocking beginning of conversation وكانوا جلوس سيدنا بكر وعمر والخلفاء الراشدين وغيرهم All the major companions were present in this gathering Abu Bakr صلى الله عليه وسلم وعمر والخطاب رضا الله عنه ثم أخرج هذا الرجل ضبا كان معه حيوان من حيوانات الصحرة الضب كان في قمه أخرج ضبا وكان يريد فقط أن يعجز الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لا أؤمن بك ولن أصدقك ولن أشهد لك حتى يتكلم هذا الضب ويشهد لك أنك رسول فإن تكلم الضب آمنت بك فغضب سيدنا عمر وقال يا رسول الله إذن لأقطع عنك هذا الفرير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن الحليم كاد يكون نبيا صفة الحلم ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الضب من يد ذلك العراب أمام الصحابة كلهم عدد كثير جدا وأخذ الضب أمام الناس وسأل الضب وقال يا ضب من أنا فتكلم الضب بلسان عربي فصيح تعلم فصيح معرب على حسب قواعد اللغة العربية بلسان عربي فصيح مليح قال أنت رسول رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين الله So he took the lizard and he held it in front of him and he's like Oh lizard Who am I? And so the lizard started to speak with eloquent Arabic language that was clear and clarifying and he said You are the messenger and the final prophet Successful is the one the lizard is continuing here Successful is the one who actually believed in you and followed you and the one who doesn't is going to be a loser فاستغرب الناس ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الضب مرة أخرى وقال يا ضب أنت تعبد من So the lizard the prophet صلى الله عليه وسلم took the people were really like it was a strange event so Isa صلى الله عليه وسلم continued and he asked the lizard Lizard who do you worship? فقفنتق الضب بنفس اللثان العربي الفصيح المليح فصيح ومليح أعبد الله الذي في السماء أمره وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه وفي الأرض حكمه أعبد الله أمام الناس So the lizard said in front of people with the same beautiful eloquent Arabic language he said I worship Allah who has in the heaven is his mercy and in the fire is his punishment and in the earth is his ruling that's who I worship Allah سبحانه وتعالى the Lord of the world فشهد الإعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لم تكن عنده موانع أخرى فقط مجرد جهل وغفلة وقسوة زالت لما راه هذه المعجزة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم So the bedouin as soon as he saw that he said أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله He didn't have any other obstacles or any barriers or any veils it was just he's a rough bedouin who had just a little bit of roughness and character but as soon as he saw that all of that dissipated ثم ذهب ودعى قومهم قبيلته كلها أربعمائة رجل وأحفرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم اشهدوا فأنه محمد رسول من عند الله قال سيدنا عمر فما رأينا رجولا أبرك على قومه من هذا الرجل الذي كان يقتله هو صار مبارك على قومه ودعاهم كلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم So he went back to his tribe 400 people and he brought all of them back to the Prophet صلى الله عليه وسلم and they all declared their Islam and عمر الخطاب رضا الله عنكم said we have not seen anyone more blessed than this man he just went and brought back 400 people all of a sudden فلذلك قال إمام الدائبعي رحمه الله المحدث الحافظ والضب والغزالة يشهداني لك بالرسالة إمام الدائبعي the great محدث the great hadith scholar and the great memorizer of all the hadith he said even the lizard and the deer bear witness and testify that you are the messenger وستظهر حقائق هذا الدين في آخر الزمان حتى تعلم البشرية كلها صدق النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم and the realities and the truth of this religion will actually manifest towards the end of time so that all humanity all mankind will recognize the truth of the Prophet صلى الله عليه وسلم وسيعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآفاق وفي أنفسهم كما قال الحق عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق في علوم الفضاء وفي علوم العوالم الأخرى وفي أنفسهم في علم الروح وفي المخ وفي القلب في النفس البشرية سنريهم آيات الله في كل شيء له آيات عظيمة حتى يتبين ينكشف لهم أنه الحق أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومن محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا سبحانه وتعالى على العبادة والطاعة من باب الشكر والمحبة وأجعلنا وهياكم أسباباً للهدايات والسعادات والترقيات ونسأله سبحانه وتعالى أن ينزل الهدايات على عبادة فيهديه كثير ويفتح قلوب كثير من هذه البشرية لمنهج النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكما جمعنا وأياكم في هذه الليلة المباركة وتعرفنا عليكم وتعرفت علينا ونحن دينا من تريم بلاد هنا في حضرموت في أسفل بلاد اليمن كما جمعنا في هذا المكان نسأل الله أن يجمعنا وأياكم في جنات تنجري من تحت الأنهار وأن يجمعنا سبحانه وتعالى على حوض نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكانت هذه تريم فيها كثير من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وكثير من حقائق الدين وفيما حواليها من القرآن حتى كان الصف الأول في جامع تارين يجلسيها المفتيون الذي في درجة الإفتاق في الصف الأول الذي في درجة الفقه وليس فقه في الصف الثاني الصف الأول خاص بالمفتيين وكانت بيها كثير من العبادات القرآن كانت اللي حوالي تارين جلس بعض القضاء فكيف تارين جلس بعض القضاء تسع سنوات القاضي لم يدخل عنده اثنان متنازعان في المحكمة في أي قضية من القضايا فبعد تسع سنوات تكلم القاضي بعض الجمعة وصاح في الناس أيها المسلمون ما عندكم مشكلة ولا قضية هنا قاضي عندكم ما أحد متنازع منكم فقال له الناس نحن نقوم قد أصلح بيننا القرآن لا نحتاج قاضي إلا صورة فقط وكانت كثير من بلاد الله لما تدخل فيها هكذا محبة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تكثر فيها الأنوار والبركات من المحبة النبي صلى الله عليه وسلم ردنا معه وبه وفيه في محبته صلى الله عليه وسلم واجعلنا أخواننا هؤلاء مفاتيح للخيرات مغالق للشرور اسعدنا بهذا الدين العظيم وحققنا بحقائق هذا الدين العظيم وبث أنواره في الوجود كله واحفظنا به من جميع العلافات والعاهات والأنكاد والبلاية واجعلنا متحابين فيك يا سبحانه وتعالى متعاونين على ما يرضيك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اسعدنا بقو نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تحرم غلب أحدا مننا من أنوار محبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم املأ قلوبنا بمحبته وتعظيمه وأجلاله واجعل منظارنا لأشهى منظار نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم واسعدنا بالسعادات كلها ما علمنا منه وما لم نعلم واجزي إخواننا هذا المسجد إخواننا البوسنويين اجزهم خير الجزاء وإخواننا الحاضرين وجميعهم اجعلنا وياهم دائما في دوائر التعاون على البر والتقوى والمحبة لك ولحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم والأولياء واجمعنا معهم في برازخ الأنوار في حضائر القدس في مقاعد الصدق يا رحم الرحمن Just say ameen You guys got a load of love in this dua It was just all Allah grant us your love and grant us increased love in our hearts and love with the Prophet ﷺ and love from you and love to you and love through everything we do It was just all love So just say ameen And you made dua for the people that are taking care of the masjid for the Bosnian community He thanks everybody and that's the conclusion of it I think and that's what I'm saying And that's what I'm saying No, 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 no No, no, no 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 شكرا